كشني واحنا بنقتم بس هافتح الموضوع ده مش اختار لو مفيش وقت خليها للحلقة الجاي ده ده خليها للحلقة الجاي موضوع الاحتراف ده دايما بالنسبة لي هو استراد وتصدير يعني صدر واستورد افتح استراد عشان تعرف تفتح تصدير تصدير ما انا اسف انا معايك كابتن محمد عبدالجيل في فرقتي وده اللي شايل للفرقة ما انا مش عارف استغنى عنه لما عارف استورد انا دلوقتي عندي محمد الشيناو احسن حادث في مصر فيجيله عقد احتراف في اوروبا ولا حاجة فتقول لا انا احسن هجيب حادث مرمى منين طبعا لو شبته يتصدر لو عارف استورد الموضوع يبقى سهل افتح لي الاستراد وافتح لك التصدير حال هيحصل ايه هيحصل انت عندك بال اهلي والزمالك ممكن يبقى عندهم تسع لعيب اجانب صح؟ طيب تسع لعيب اجانب وتسع لعيب اجانب هنا بقى الاندي ممكن متعرفش تجيب لعيبه محترفين اقول خمس فتلاقي مسلا بقى الفرق دي عندها قوام منتخب مصر طيب ايه اللي هيحصل ان اللعيبه دي ويه بتلاعب اللعيبه الاجانب اللي امه بمستوى عالي اللي انت جايبه من مصر هنا عشان يعادلهم المسابقة لعيبه المصريين اللي بلعبه قصادهم مستوىهم هيعلى مستوى منتخب مصر هيعلى واللعيبه دي كمان هتطلع تحترف بره ونجيب لعيبه تانية فيحصل حالة من قوة المنافسة وعندنا لعيبه كتير بره مصريين بيحترفوا في اوروبا وعندنا منتخب مصر قوي لكن فكرة ان احنا كل شو هنقول ايه لا احنا اللعيبه مش هتحترف عشان الدوري بتاعنا يفضل قوي ما هو يعني هو الدوري قوي اوي يعني لا مش قوي اوي ممكن يبقى اقوى ممكن يبقى اقوى خليهم يحترفوا احنا بقى لنا مئة سنة عاملين نقول بص النظرية بتاعتك دي السعودية عاملها والسعودية بتوص الكاس عالم كل سنة يعني النظرية دي انا بكو شوف بكل فرقة في سبعة اتمن لعيبة او ست لعيبة او سبعة لعيبة اجانب ولكن هنا في مصر كابتن برضو استراض اللعيبة يعني عشان تجيب تسعة لعيبة هيطلع منهم اتنين سوبر والسبعة ميكي سوني هيطلع منهم سبعة كويسين خمسة كويسين هيطلع منهم يمشي ويجي غيرهم انا ما اتركش اقول اه اتركش يا باعي طب عبا قدر يلعب امتى ما اتركش يا امتى ما اتركش عبا قدر يلعب امتى يلعب في نادي في منتصف الجدول لو ما عندوش فرصة في القالي والزمالك وهيتقلق وهيحترف بره يلعب مع منتخم مصر وهنعلي الفرق كمان في منتصف الجدول شو تليف بقى لده كمان انت هتغف تثبت السوق بتاعك في الاسعار واحنا عادين هنا باللفة فاربع خمس لعيبة لا عارفين يطلعهم ولا عارفين حتى باربعينات وخمسينة اربع خمس لعيبة لكن لو انت قدره طب اتفضل يا باشا احترف بره باتنين مليون دولار بدل ما انا عايز بفيك عشرة مليون دولار واروح اشتري لنا كمان لعب بمليون دولار فهزبط السوق بتاعك في الاركام الكبيرة ده لكن طول بقولك بص انا مقتنع بكلامك اربعين في المية محترفين اللجوان لما ما جبناش لا انا سبع مدرق سبع اجوان وما عندناش ولا حارس في مصر زي ادوارد مندي عشان ما احترفش بره تكسب